السلام عليكم شباب يا رب تكونوا بخير شباب سنة أولا انجليزي طبعا كان فيه assignment 3 موجود في المحاضرة الرابعة لو فتحت الفيديو في المحاضرة الرابعة صفحة 22 هتلاقي كان فيه assignment ومش محلول فانا عمل لك الحل بتاعه في الفيديو دو تقدر تشوف الحلول بتاعتك حلته صح والغلط وده برضو كان هو من أنواع المساعدة ليك تعالى نشوف مع بعض assignment number 3 دو كان عبارة عن امتحانات الميترم اللي جات في السنة اللي فاتت امتحانة السنة اللي فاتت مرتبطة بالمحاضرة رقم 4 اللي كلهم داخد فيه هو supply curve في المحاضرة دي او في الجزء ده انا هنا هختار اهوى دي القلم يلا بيه بيقول لك رقم واحد الشيئ للأول كان فلصتان تتصبح 22 مرة تانية بأكد بيقول لك an increase in price of food إذ اكسبكتد تو طيب حضرتك انت عارف انه الوت تعالى نشوف بالاختيارات الاختيارات اللي تحت موجودة عندك هي قالك فرنيتشر الأساس فرنيتشر طيب السؤال هو ايه على اخت الوت بالفرنيتشر الخشب الوت بالفرنيتشر هنا بتتكلم على السطلاي او عكتقول لي سبستيتيوت او عكتقول لي كومبلمنت سبستيتيوت و كومبلمنت ده فين يا فندم ده في الديمانت النبا في السطلاي مفيش سبستيوت و مفيش كومبلمنت او عكتقول لي كلمتين دول حضرتك الوت لو جينا بصينا للفرنيتشر ده يعتبر ايه يعتبر كوستو بردكشن الراجل بتاع المنتج بتاع الاساس بتاع العفش النجار بيستخدم معاو ووت صح كده فالوت يعتبر يعتبر فاكتور بردكشن وانت خدت في المحاضر الرابعة ان الكوستو بردكشن او علاقة نيجيب مع السبلاي علاقة نيجيب مع السبلاي لما يحصل انكريز في الامبوت يحصل انكريز في الكوستو بردكشن السبلاي يحصل له يقل صح كده السبلاي يقل and when supply decrease supply shifts lift and when supply decrease supply shifts lift بحضرتك انت هتدور بقولك an increase in price of food is expected to shift supply to lift forward اهو shift the supply curve to the right لأ غلط اللي جابا ايه غلط بي increase the quantity supplied of furniture لأ طبعا عدرتك elwood the cost of production وكوستو بردكشن ما بتعملش ما بتأثرش على الكوانتيتي سبلاي هي بتأثر على السبلاي فبيه غلط shift the supply curve to the left أيواء الاجابة بتاعتنا هي اجابة c shift the demand طبعا لا طبعا الاجابة الصحية c c هي الاجابة الصحية two which of the following will cause a movement upward along the supply curve of weight من في دول هيعمل movement على طول منحنة السبلاي بتاع الموفمنت بتحصل نتيجة حاجة واحدة بس ان الويت اللي هو الامح البيعيز بتاعه يحصل فيه change طبعا لما يحصل movement upward ادي السبلاي كيرف عشان يبقى upward يبقى حضرتك ال price لو كان P1 هتيجي هنا تنزل تحت يبقى QS1 عشان يحصل movement up لارجع للمحاضرة الرابعة لازم price increase يبقى price of weight نفسه سعر السلعة نفسها يحصل فيه increase 0 will be movement upward فدور بقى على انه يكون فيه increasing price of weight أو an increasing price of weight to a lower لا طبعا to a higher quantity price لما يزيد quantity supplied تزيد فإيه غلط إيه غلط B an increasing price of inputs الـ inputs ما بتعملش movement بتعمل shifting فإيه غلط D هي C المفروض an increasing price of weight to a higher quantity supplied أيوة هو ده اللي جابها هي D بعدين إيه اللي جابها D اللي جابها D المفروض اللي جابها D مفروض أو C في C كمان أوك فيه أنا مالو لو فين C فيه C يعني طبعا مش تخلو حد يقول لي طيب فين 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 وإيه دي هنا نقول erase أيوة تعالى ما نشوف مع بعض أيضا المفروض أيوة decrease in price of corn الكورن وليت هنا حضرتك دول لا ده سلعة تانية خالص فهذا مالوش علاقة هو اللي جابها الصحية دي اللي جابها الصحية دي يبقى اتنين دي واحد سل طب الكوتشان التاني كان في بتحيان السنفات في الميت تير نقول لك a leftward shift in supply curve of text books خلي بالك text books indicate a decreasing quantity supplied of text books at each price بصف عندما حضرتك حصل shifting في السupply هنا text book و text book text book سعر السلعة نفسها أو لما يحصل shifting shifting ده حضرتك بيترطب عليه at each price عند نفس السعر تعالى نشوف مع بعض add each price يعني add the same price بص حضرتك هذه هنا طبعا عندي في مشكلة في القلم هذه هنا تحت quantity supply وفو هنا عندنا ده price كويس كده leftward shift in supply curve for text books حضرتك ادي supply اه supply is one ودي price بتاعك عبارة عن P1 عند الـ price P1 امشي 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 خبطي هنا انزل 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 خبطي هنا سمي دي Q S1 Q S1 طبعا قالك liftward shift in supply curve فالsupply curve تشافت lift شافته lift تشافت lift هنا S2 بصوا جماعة طبعا كلمة shifting انزل ه هو the same price each price يعني the same price بصو قدرتك اللي حصل لانك US اصبحت اقلي الجملة دي جملة على فكرة liftward shift in supply curve indicates a decreasing quantity supplied of text book at each price الجملة دي جملة صح لعني هنا اقول لك ان price زي ما هو بس حصل decrease وهنا دي اسمها decreasing quantity supplied وفي نفسه هتعتبر decreasing supply فالجملة واحد دي على فكرة جملة صح على فكرة جملة صح خلي بالنا عشان جملة خلعة جدا الجملة دي جملة صح بص للجراف دوت وبص اللي عملنا في المحاضرة لما عملنا shift in supply هتلاقي انه بقين عند quantity supply ده قال بس عند same price ده بيحصل نتيجة shift liftward and supply curve الجملة دي صح مليون في المية صح مليون في المية شكرا جزيلا شفتوا ده وظهر جدا الفيديو ده شوفكم على خير